برضو عايز اقول لحضراتكم في الاطار ده النهاردة كورونا طبعا تأثير الكورونا ما كانش بس على الصحة ولكن كان ليه تأثيرات كمان على الاقتصاد اللي نشره النهاردة المركز الاعلامي لمجلس الوزراء اللي اشار فيه الى اشادة البنك الدولي باداء الاقتصاد المصري خلال ازمة كورونا وحسن التعامل والفطنة في التعامل الاقتصادي مع الكورونا ومع الجائحة من يوم ما بدأت من مارس 2020 والمرونة اللي بيشتغل بيها الاقتصاد المصري وكان الخطوات المحترمة اللي كانت قبلها باربع سنين ولا خمس سنين من 2016 لما حصل الاصلاح الاقتصادي ده قدى الاقتصاد المصري القوة كان لو وقف على رجله فلما جات كورونا في بدايات 2020 كان الاقتصاد المصري وقف على حيله زي ما بنقول كده بالبلدي تقرير البنك الدولي قال ان البنك توقع ان تحقق مصر واحد من افضل معدلات النمو خلال سنة 2020 ده لان هم جايبينه نتيجة لما تحقق في 2021 من ثبات اقتصادي وتطوره او نمو اقتصادي في الناتج الاجمالي العام يعني بالموجب على الرغم من دول كتير جدا كان بالسالب يتوقع ان هتحقق تاني اعلى معدل نمو على منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ده الاقتصاد المصري بنسبة بيقدرها البنك الدولي بحوالي خمسة ونص في المية اظهر التقرير توقعات البنك الدولي بان يقدم الاقتصاد المصري اداء قوي ومستقر على الرغم من طباطق معدلات النمو اللي حصلة في عالم زي ما قلت لحضراتكم وان النسبة يعني ان شاء الله تكون مبشرة جدا ويقفل باذن الله على خمسة ونص باذن الله يعني فيه عشرين اتنين وعشرين